هنا من أحد الأجنحة ومن رسالة من نوع آخر من هنا إحدى الشركات التي تتواجد من المملكة المتحدة عبر هذه المركبة انفجن شركة بريطانية ومختصة بسيارات الفورمولا اي هنا الفورمولا اي وليس الفورمولا وان اي وهي للسيارات الكهربائية هنا هذه السيارات تم عملها وصنحها كما نشاهد من إعادة تدوير المنتجات هنا كما نشاهد من إلكترونيات أجهزة لوحية العديد من القطاع وكذلك الكابلات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الذكية وغيرها ومشتقاتها والعديد العديد لسيما هنا أجهزة الكمبيوترات وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة الموجودة هنا إعادة تدوير وتم صنع وتشكيل هذه المركبة الخاصة بسبقات الفورمولا هنا ربما لا نتحدث فقط عن الصناعة واستخدام المواد المعاد تدويرها لخفض الانبعاثات وكذلك الحفاظ على الموارد ولكن هي رسالة من خلال كوب 28 ومن خلال العروض الموجودة هنا عبر هذه المركبات وغيرها بأن تكون هناك رسالة للحد من الانبعاثات وخاصة في العديد من المجالات إذا ما تحدثنا عن السباقات المركبات استخدام كذلك الوقود هذه سيارات كهربائية وهناك العديد منها في سباقات الفورمولا إي تيم وشركة من بين الشركات الأخرى الكل هنا ورسالته واحدة خفض الانبعاثات أيضا التركيز على إعادة التصنيع من المواد المعاد تدويرها أيضا خفض ثاني أكسيد الكربون الميثان الغازات الأخرى وكذلك وضع فكرة وتمويل لهذه الاختراعات وبراءات الاختراع وغيرها الكثير وهنا إذا ما تحدثنا سنتحدث عن دور كذلك دولة الإمارات بالصناديق التي تم الإعلان عنها واستثماراتها في هذا المجال ورأينا من خلال الانجازات وما تم الإعلان عنه أيضا أن دولة الإمارات وإذا هناك العديد من الشركات كان هناك لها رؤية لتخفيض الانبعاثات سواء الشركات العامة الشركات المختصة في مجال الطاقة وأيضا الشركات الأخرى الكل أجمع والتحد جنبا إلى جنب أنه وجب على الجميع أن يكون يدا واحدة لحماية هذا الكوكب ومن خلال هذا العام ومن خلال كوب 28 وهنا كما نلاحظ آلاف الزوار آلاف المشاركين تعج منذ الصباح الباكر يوميا في إكسبو دبي وهنا من أحد الأجنحة آلاف وسائل الإعلام مشاركين مسؤولين موظفين شركات وغيرها الكثير الكل لديهم هدف واحد وهو حماية الأرض حماية الكوكب خفض الانبعاثات وكذلك أن يكون هناك أمل للأجيال القادمة وأيضا تمويل اختراعات جديدة وغيرها الكثير وهو ما يسلط الضوء عليه برنامجنا هذا مع الزملاء من مركز الأخبار بالإضافة إلى الأجنحة المتعددة التي تشهد العديد من ورش العمل الاتفاقيات المباحثات الاجتماعات توقيع اتفاقيات سواء في الغذاء ورأينا بالأمس الأعلان عن مساهمة الإمارات بـ 200 مليون دولار أمريكي للدول منخفضة الاقتصادات والتي تتعرض لمتغيرات المناخ أيضا كان هناك كذلك دولة الإمارات ساهمت في صناديق أخرى للاقتصادات الصغيرة والنامية بأكثر من 770 مليون دولار وغيرها الكثير من هذه المشاركات الإماراتية وعرض التجربة الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة لا سيما هنا إذا ما تحدثنا عن مشاريع الإمارات في هذا المجال لدينا شمس واحد لدينا مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية هنا في دبي أكبر مشروع على مستوى العالم وغيرها الكثير والكثير من دولة الإمارات عاصمة الطاقة المتجددة للعالم اشتركوا في القناة